وفيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتابع مع محافظ البنك المركزية بشكل يومي معدل التدفقات النقدية الأجنبية وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الإنتاج شغلنا الشاغل الفترة القادمة الصناعة وبقية القطاعات الإنتاجية يمكن حضراتكم تابعته إحنا مبارح الحمد لله مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعني وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية وتم رفع طبعا البرنامج من 3 إلى 8 مليار دولار الدفع الأولى إن شاء الله هتوصل الإسبوع القادم أيضا وإن شاء الله طبعا إحنا بنستهدف أن الدفع الثانية من صفقة رأس الحكمة هتدخل على بداية شهر مايو فالدولة والحكومة مع البنك المركزي إحنا مؤمنين إن شاء الله كل احتياجات الدولارية عشان القطاعات الإنتاجية تنطلق بقوة